مع عجز لبنان عن عبور شغور الرئاسي بعد إحدى عشرة جلسة برلمانية لانتخاب خلف للرئيس المنتهية ولايته مشيل عون وتعطل مسارة خطط الإصلاح تحولت البلاد اليوم من جسر لعبور الثقافة والحضارات إلى ستار حديدي معزول عن العالم عقب فقدانه حق التصويت في الأمم المتحدة بحسب وصف تكتر النيابي نواب لبنانيون اعتبروا أن بلادهم باتت دولة فاشلة وأن فقدانها لصوتها الأممي هو تكريس لخروجها من النظام العالمي ضمن تداعيات التأخر عن سداد المستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة وفي تعقيبه على ما جرى قال النائب جورج عدوان إن فقدان لبنان حقه الأممي جاء بعدما أهدرت الحكومة نحو 22 مليار دولار دعما للتهريب والفساد منذ تشرين الأول عام 2019 من جهته حمل النائب شوق دكاش الأحزاب مسؤولية تجميد الأمم المتحدة حق لبنان في التصويت داخل الجمعية العامة متهما إياهم بدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار الذي لم يجد نواب آخرون حلا لتداركه سوى تنفيذ اعتصام مفتوح داخل قاعة مجلس النواب اللبناني باستخدام الشموع ومصابح الهواتف لإضاءة القاعة في خطوة قالوا إنها بغرض حظ البرلمان على مواصلة عقد جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية وهي خطوة اعتبرتها صحيفة ذا ناشونال بأنها انعكاس لمدى الانقسام والتشضي في البرلمان المؤلف من 128 مقعدا حيث باتت أوراق التصويت الفارغة معطلة لأي بادرة باتجاه إنقاذ البلاد التي تغرق يوما بعد آخر في مستنقع آزماتها